السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم معاكم شاب ناديا رمضان كريم مائدة اليوم متنوها متكاملة فيها كل ما تحتاجوا شيوات لديدة بأفكار بسيطة ومثل تاخدش الوقت للفطور العشاء والسعور نبدو على بركاته اللي بفتح لي عندي نسيترو ديال الحليب اللي غادي نضيف جل الكمية بالكاسترول والكمية الخاصة نحتفضو بها اضفت ساتة مع الكبار من السكار بعملقة صغيرة من الملحة واضفت كذلك واحد ساشي ديال الفانيلا وجوز قطاع من الجبن المثلث يمكن لكم تعوضو كذلك واحد جوج مع الكبار من الجبن الكريمي الكمية اللي وقات لي ديال الحليب في الكاس اضفت علي جوج مع الكبار ديال ميزينة اللي هي الناشا الكسرونة ديالنا تنضيفو على النار متوسطة وتنقلو نحركو حتي يضو بلينا الجبن وتتسخن هاتوا ملاحظو مهاية تنضيفو على خالات ديال الناشا اللي حللناه وتنخفضو في هاد الاثناء درجة حرارة المقيد الى امون خفضة نبقوا نحركو حتي اشتد القوام دياله تدد الكتافة دياله وهدي النتيجة اللي تنحصلو عليها فهاد الاثناء تنضيف ملقة كبيرة من السبدة مجرد من الدوب فقد نتفو المقيد ونوزعوها على كاسات التحلية ومباشرة غادي نتاقلو باش نحضرو الطبقة ديال الشوكولة حاشتنا الميو وتمانين ميلللتر من الحليب يعني كاس ديال العنبة او لتلوتين كوب مهياري اضفت محلقة صغيرة ديال النشاء ومحلقة كبيرة من بودرة الكاكاو المر شوكولة غبرام السوس او اللي حلو اللي بغيتو تنخلطو مزيان بعدما اضفت السكر محلقة كبيرة من السنيدة او للسكر الخاشين وعلى نار مهيلة دائما تنبقوا نحركو حتي يشد القوام ديال الخالد هذا هو القوام اللي حصلنا عليه تنوزعو على كاسات التحلية ونغطوهم وندخلوهم تلاجة يبردو فكيف ملحتو معي تحلية لي بسيطة سريعة ورديدة ضغية تتوجد السياخة ديال اللحم فعندي هناك كيلو جرام غدي نحتاجو الحبة ديال البصل من توسطة بالحجم حكيتها بحكك باش تلق هذه العصارة ديالها وضغية يوجدو لنا هذي القطبان سنضيف واحد ربعات المعقبار من البقدونس المفرون سكينجبير زنجبيل الملحة الفلفل الأحمر الحلو تحميرها ثومة مجفافة وحد جوج مهات كبار من الخل وسلسطة البرباكيو ونالبرباكوة سلسطة شيوة را عم تواجدكيني توابيت شيوة اللي بيعوضهم بها وعندنا الخردل واحد المعقبة الصغيرة ممكن نضيفه البزار ممكن نضيفه سودانية تتعدل لنا الطعم فضف صغيرة جوج واحد مزيودة صغيرة وسنضيف شوية الملحة عفون شوية زيت ضفت كذلك الكوركم على فكرة هنا عدنا هذ القطبان ضغيات يوجدوا بهذه الطريقة عشرة دقائق غادي نعملهم في الأسياق يعني ما تياخدوش لي مدة كثيرة لأن عدنا عصارة دي البصل وكذلك صاصة دي البرباكيو إضافة إلى الخل يعني هذوك الغضاء دي الحم غادي يهرى وضغياف يلي كنتو ممزروا بيش فاحضروا التسبيلاء بدون إضافة الملح وزيت خليو حتى للأخير غلفتم وغادي نخلو واحد العشرة دقائق ومتاقلوش نحضروا شربة السمك حاجة لفكة 100 جرام من القمرون ما تقيدوش بالكمية ممكن تزيدو أو تنقصو اللي ويتو تزولوا قشور ديالو الراس والخيط اللي تيكون أسود بالظهر اللي هو الجهاز هادمي ديالو تتزول كل سهولة لمعواجهة تحيد لكم اعملوا واحد الشرق بسيط بالظهر وزولوه فلاحظوا بعيد طريقها سهلة وبسيطة بالنسبة للسمك الأبيض تزولوني الجلدة ديالو سنوضعها بالكسرور كذلك ستعملت هنا السمك القد اللي هو الباكالاو الجلدة ديالو فيها مادة هولامية أو الجيلاتينية اللي تتساعد على تخطر المرق تنعملوا قبطع أو لمكهبات صغيرة كيف ما ستلاحظون هيا غايكمية بسيطة من السمك الأبيض وسنعملوا واحد اللاتر من الماء بالكسرول اللي غادي نوضعها على النار وبطنجرة تنوضع القياس دي ثلاثة الماء كبار من الغالي زيت زيت نباتية تنقلوا فيه القيمبرون والقطع دي السمك الأبيض وسنوضعو شوية من الباقدونس مع التوم وتنتبلوا بكل من الملح البزار والأوريغان أي كمية قليلة بعد ما تتمر واحد جيجي دقائق سنضيفوا 150 جرام من الصدافية الصغيرة تنخليوها نمدة دي الواحد جيجي دقائق حسنا ثلاثة دقائق إضافية تتحن وتتحن من فوتوش فيها الطياب وتبقى فتية وبنفس الترجمة وبنفس الطنجرة تنوضع حبا من الباصل بعد ما وضعت ثلاثة الماء كبار من السيث وحبا من الجزر يكون الحجم ديها الكبير ومقطعينو من المكاهبات الصغيرة بالأداة اللي تنمعكو بها البطاطا تنمعكو هاد الروس دي القيمبرون باش نستخلطو أكبر قدر ممكن من العصارة ديالو ويجين الطعم ديالو مركز ضفت البقدونس والتومة نقاطع ديالالكالامار من الحمص اللي سيكون تشلق مسبقا والماراق ديال السمك بعد ما اصقفينه ججم هاي القهات كبار من سلسل طماطم و اطرو ديال المال لواسق درجة الغليان وغدي سدو الى الطنجرة ديالنا المدادة 15 حتى 20 دقيقة من بعد تسباح جاهزة سنضيفو عليها القمرون والسمك الابيض اللي احتفظ لابيهم جانبا مع هادوك السادفيات وبهذا تكون صباح الشربة جاهزة ونتا قلبو سلحضرو السلطة فماشي بالضرورة تعملوا هاد السلطة الورقية اللي استعملت انا وممكن تعملوا اي خصم تفضيلات ديالكم اي نوت وعندي ثلاثة حبات من الطماطم من الحجم ديالهم شوية صغير قشرتهم وكذا اللي كتولت لهم السرعة ديالهم غدي نقطعهم من مكهبات وغدي نضيفهم بالسلطية بالنسبة للطريقة دي التقطاعها تتبقى اختيارية كل اللي نقطع كيفما بغى عندي هنا لفجن لقد نزولوا القشرة دياله ولكن غرف شي حاجة ما تنزولوا هاش كاملة باش يبقوا تكلوينة بينين تنضيفهم كذلك اللي بول اللون بارضا اللي هي المنفوف اللي تيكون بهذا اللون حبا من اللباسها المقطع المكهبات وحندي كده يكدر الحمص اللي تيكون مسلوق مسبقا الحمص هرا هو روتين ناباتي رائع ومغد في نفس الوقت السلطة المنعيشة ورائعة وغدي نضيف الحبا ديال الخيار وهادو ما المكونات دي السلطة ديالنا غادي نتوزو باش تحضرون في ندريت فعندي هنا وحد سلطة المعافة كبار من الخل بفتعلهم معلقة كبيرة من البقدونس وفصمتهم مزولة لقلب ديالو شوية البزار للملحة ولموتارت تنخفو هاد لصوص ديالنا بشوية ديال الماء تقريبا 1-4 المعافة ديال الماء وزيت الزيتون ممكن تتعملوا زيت الزيتون وزيت نباتية تخفوهم تخفو زيت الزيتون بالزيت نباتية وتطحنوا الكل كل زيت نباتية حسب تفضيلات ديالكم تنطحنوا جيدا هاد الفينيقات لاحظوا بها القوام ديالها تيكون تقيل بدون إضافة لبيض لتاشي حاجة تجينة رائعة وبالنسبة للكسافة ديال السلطرة ممكن زيت تخفوها بالماء إذا ويتو تنحركوا الكل وتنخلي شوية ديالتك السلطرة جانبا اللي بغا يضيفة يضيفها بالماء في هذه المدعات المائدة ديال الإفطار اللي بغا يضيفة السلطرة دياله ويضيف القطبان بعد ما مرات واحد العشرة دقيق فاللحم تلاحظ بأنه تزيد إهرة لأنه عملنا في العشرة ديال البصل كيف مكتفون السلطرة ديال بارباكوا هلو البارباكيو ديال الشيواء وكذلك الخل رغم تهرروا هاد الحم وتيجي نفتي عملتو في الأسياخ وغا دي شويهم وننتاقلو باش نحضرو وغا ديال فشوة ديال الكيش اللي غا دي نحضر معاكم اليوم تنقلو البصلة على نارمة وسطة بشوية ديال الزيت نخلي واحدة الدبل معنا تضطح شوية البصلة نحركو مرة مرة ومن بعدها نضيفو الصدر ديال الجاج اللي مقطعينه مكهبات صغيرة فلفلة أي نوع من الفلفلة عندكم نتبلو بسكين جبير الملحة شوية ديالتومة المجفافة وشوية البزع اللي بغا البحو شوية دياله جي حارة ممكن نضيف شوية ديالهريسة او للسودانية فسنحرك مرة مرة اللي ما بغيش يعمل قطع ديال الجاج فممكن تعملوها بالخضر تماما فتعاوضوا هات الجاج مثلا بالقطع ديال ديالكنجان تجي تاي رائها وضفت شوية من البقدونس او للكوسة مثلا او لقذلك الطونا ضفت الزيتون لشارقة حقيقة وسنخليو ديالك الحوشوة جانبا بحين غا دي نتاقلو باش نحضرو لبراي او للاسوس اللي في مياتين ميللتر من القشدة وجود حبات من البيض اللي منحاول البزار وتلخلطون زين بهذي هي لابراي ديالنا جاهزة وضغية تتوجد سناخدو المكونات اللي عندنا ديال الحشو سنوزعهم على هاد القوالب ديال الكيش عندي هشرة ديال القوالب تقريب القطر ديالهم واحد لشي عشرة سنتيمترات بالتقريب سنوزع عليم كل الفشوة جايتني هي هاديك بالنسبة للبراي كدالك فهاتجو ملاحظو معايا طريقة سهلة وبسيطة وسنوزع لسوس فوقهم فمن بعد غادي ندخلهم لطاهم بالفرن على درجة ديال مية وتمانين غادي نخليوهم واحد اه اه اتناش حتى خمستاشر دقيقة نضيفو عليهم الجبن تيجو كغاتينية من الفوق شي حاجة رائعة وغزالة بزاف بهذي ميني كيش جاو الديد بزاف طعم ولا ارواع بالنسبة للقطبان فتنشويهم سوف يعني تقربوا دل مغرب باش يبقاوا نسخان ويبقاوا فتيين نتمنى الوصفات ديال اليوم يكونوا عجبكم وصفات اللي هي متنوعة ومغدية في نفس الوقت رمضان الكريم وصحة ورحة ترجمة نانسي قنقر